اشتركوا في القناة صناعة البسكوشة انها زي اي صناعة من صناعة العجان ومغوزات هي احدى المنتجات ولكن بتتماز بارتفاع القيمة الغزائية خصوصا لو دخل فيه التركيب اللبن والبيض والككاو وبعض انواع الحشو زي العجوة زي المربى زي الفكهة زي بعض الخضر زي انواع الجبن اذا كل دي عبارة عن بعض المكونات المضحة وخصوصا التي تخلط مع الدقيق وبالتالي لو اضيفها عالية للمنتج بتاعي اشتركوا في القناة البسكويت ان هو بيتم تغليفه بشكل سهل واسق وبالتالي سهولة توزيعه ايضا اسعاره في متناول جميع فيات الشعب ده اللي بيديله اهمية او ميزة شأنه او يختلف شوية عن بعض منتجات العجان سهولة التداول وسهولة التخزين ايضا فيه السعرية لها وبتالي ده بيبقى قطاع كبير جدا من يعتبر البسكويت من الصناعات الهمة عندنا خصوصا انها تطورت بشكل وكان الاول معروف منها دلوقتي اصبح لها مجموعات تأسيم رئيسية هنعرف بعض المجموعات التأسيمات الرئيسية للبسكويت اللي قد تختلف لها اكتر من شكل الشكل الاولاني ممكن نقسمها على حسب نسبة الدهون اللي داخله فيه الصناعة او على حسب نسبة السكر اللي داخله فيه الصناعة لو قسمناها على حسب نسبة الدهون فبنقول ان فيه حاجة اسمها بسكويت جاف وبسكويت ناعم البسكويت الجاف هو اللي بيقل لي فيه نسبة الدهون عن 20% البسكويت النعم واللي بيرتفع فيه 20% خد بالك ان الحاجات دي بيجي عليها اسمها في الامتحانان سواء بشكل نقط او بشكل اختياري عشان ما تطلق بطش ايضا من ضمن التأسيمات لا تأسيمات بالنسبة لي السكر ايضا فيه البسكويت الحلو ايضا فيه البسكويت الاقل فيه الحلاوة فيه البسكويت المملح والبسكويت المملح هو اللي بيغلب عليه اضافة نسبة الملح اعلى من نسبة السكر اما التأسيم الرئيسي بتاعنا انا رجي اقسم بقى بقول ان فيه حاجة اسمها واحد البسكويت النعم هندي مثال لي البسكويت النعم واخد بالك ان البسكويت النعم يندرج تحته اكتر من صنف او اكتر من نوعية سواء بقى منه السادة او منه المحشي والسادة بيه اكتر من صنف ايضا المحشي باكتر من صنف من نوعية الحشو نفسه سواء بقى ان انا يحشي بيه عجوة يحشي بيه مربة يحشي بيه انواع من الفكرة يحشي بيه الجبنة او انواع من الخضار ولكن هو اسمه البسكويت النعم ويميز البسكويت النعم اللي انت شايفه قدامك ده اللي هو بسكويت يرتفع فيه نسبة الدهون عن 20 في الماء البسكويت اللي قدامي ده نوع من انواع البسكويت النعم اللي ممكن كمان اقدريه تحت سواء بسكويت البلح زي ما انت شايف فيه قطعة او من الداخل محشي من البلح البسكويت نعم لان كمان هتلاقي حتى الملمس بتاعه نعم دايب شوية لان ارتفاع نسبة الدهون بتكسبه نسبة النعومة خد بالك ان غالبا في البسكويت النعم انا ما بحتاجش الى تكوين شبكة جلوتينية عشان دي هتفرق معانا في العمليات التصنعية يبقى البسكويت النعم فيه شبكة جلوتونية اثناء عملية لكن بالنسبة الدهون عن 20 في الماء ده صنف من اصناف البسكويت ايجا فيه صنف اللي هو البسكويت الجاف البسكويت الجاف زمان انت شايف كده الواح صغيرة هي الظاهر زمان انت شايف والوش على حسب الاستنبه اللي بتعمل البسكويت او بتشكل البسكويت بسبب مربعة او دائرية والنقشة اللي جوا دي برضو على حسب الاستنبه بتاعتنا ولكن ما يميز البسكويت الجاف هو انخفاض المواد الدهنية اللي بتصل الى 15 في الماء والمعنى عام هي بتقل عن 20 في الماء يجي يقولك سؤال فيه الامتحان يقولك البسكويت الجاف به نسبة جهون يا اما نقط يا اما يحط لك قصين واختيارات يحط لك مثلا 15 في الماء 20 في الماء 30 في الماء ابقى انا عارف ان البسكويت الجافة 20 في الماء اما مثلا البسكويت النعم ممكن يجيب لك السؤال المباشر خالص على طول ويقولك ايضا البسكويت النعم تميز بمحتوى نقط يا اما برضو قصين ويحط لك النسبة بتاعتي اللي هي 20 او 30 في الماء ونسب اخرى مختلفة ممكن يشكل الموضوع يقولي مثلا بسكويت البلح يحتوي على نسبة دوون ويحط لي برضو ما بين قصين كده ويحط لي مثلا نسبة العشرين في الماء انا بقم البلح اللي انا عرضته ابارة عن نوع من انواع البسكويت الناعم وبالتالي انا عارف النسبة دوون فيها 20 في الماء فما اعلم البسكويت الجاف يميزوا حاجتين الحاجة الاولانية في البسكويت الجاف انخفاض محتوى من الدهون وبالتالي بتقل عن 20 في الماء بتصل الى 15 وفي بعض الاحيان بتقل عن كده كمان وبتبقى حوالي 10 و 8 و 6 في الماء كمان يبدأ من ضمن المميزات للبسكويت الجاف ايضا فيه ميزة تانية ليه البسكويت الجاف انه بيحتاج لجزء من تكوين الشبكة الجلوتينية وهو بيختلف عن البسكويت النعم البسكويت النعم ما بحتاجش فيه شبكة الجلوتينية هو مرتبط فيه الدهون اما البسكويت الجاف اقل فيه الدهون بحتاج فيه تركيبه جزء من الشبكة الجلوتينية ده ايضا نوع من انواع التصنيف او التاسيم فيه عندي نوع اخر من البسكويت وهو بسكويت الويفر بسكويت الويفر بسكويت الويفر من الويفر قدامنا هي دي بسميها الواح الالواح ديت فيها من الداخل فاصل من الحشو وغالي ما بيبقى عبارة عن كريمة او شوكولاتة بيتم ضغطها بعد ما بصنع الالواح ديت احط الحشو بتاعي واعمل عمليات ضغط وكابس ثم عمليات تبريد ثم عمليات التقطيع بتاعتي وبعد كده اصل الى الشكل اللي انا شايفه ده انواع من انواع البسكويت اخد بالك ان العجينة هتختلف في البسكويت الناعم والجاف في محتوى كمية السوال عن بسكويت الويفر بسكويت الويفر او الجوفيت او الكونو غالبا نسبة الماء بتصل حوالي مية خمسة وعشرين لمية واربعين في المية من ود يعني بالمعنى صح اثناء عمليات التشكيل بتكون العجينة بتاعتي سائلة متماسكة زي بسكويت الناعم او البسكويت الجاف عشان دي نقطة مهم جدا اثناء التصنيع ايضا في نوع اخر من البسكويت بسميه بسكويت الجوفريت بسكويت الجوفريت زي ما انت شايفه وايضا نوع انواع بسكويت الويفر ولكن بيختلف شوية نوع مضاف عليه طبقه من الشوكولاتة من الخارج ويتم ايضا تبردها بطرق معينة اسفل سيور بينزل منها الشكراتة على من الطيار البارد بشيل الزائد من الشكراتة وبعد كده يتم كابسه ثم ايضا تقطيعه ثم عمليات التعباء ده نوع اخر من البسكويت ده تبقى نوع من البسكويت اللي هو بسكويت مرضى او زوي الاحتياجات الخاصة لما نوعين مرضى السكر او مرضى القلب اللي هي تصلب الشرايين او الاوعية الدموية ده نوعين من البسكويت اللي هو بسكويت زوي الاحتياجات الخاصة بسكويت مرضى السكر او بسكويت تصلب الشرايين او بسكويت خاصة مرضى القلب اكيد لكل واحد فيهم غالبا بسكوية مرضى السكر بس تبدل جزء من السكريات اللي داخل فيها عملية التصنيع بالمحليات الصناعية طبعا احنا عندنا السكريات المستخدمة اللي هي سكر السكروز البودر او باضافة جزء من شراب الجلوكوز او عسل الجلوكوز كاضافة مع سكر السكروز بس تبدل كل المحليات الطبيعية دي بمحليات صناعية زي الدولسين زي الاسبرتام بس لازم تفهم تماما الليبل بتاع العبوة بتاعي في مرضى الاحتياجات القاصة او بسكوية مرضى الاحتياجات القاصة لازم الليبل بتاعي يبقى مكتوب عليه ان ده لزوي الاحتياجات الخاصة ويبقى مكتوب عليه نوعية السكر سواء سكر الدولسين او السكريين او الاسبرتام اي نوع من المحليات الصناعية ايضا سكر مرضى تصلب الشرائين او العوعية الدماء مستبدل في الدهون الحيوانية بدهون نباتية عشان اقل من الاحماض الدهنية المشبعة دهون او احماض دهنية مشبعة لا بستخدم احماض دهنية غير مشبعة ايضا وانا بصنعه لازم اكتب عليه ان ده خاص بمرضى الدموية او مرضى القلب وازكر على الليب البتاعي ان ده في الدهون الصناعي اذكر النوع بتاعي عشان يبقى ماشي تبع الاشتراطات لان هنعرف بعد كان فيه اشتراطات مصرية في هيهة المواصفات الاغذية بتحدد انواع البسكويت وانواع الاضافات فيه سواء كان سادة او نعم او محشو بتحدد لنسبة الدهون ونسبة السكريات او بسكويت مولح نسبة الملح اللي داخله فيه التركيب يبقى كده ده عرض سريع البسكويت الموجودة عشان لما يجي لأي سؤال منها فيه الامتحان ابقى انا عارف ان كان ده او ده او ده سواء فيه الاختيارات او فيه النوات هنبدأ بقى ندخل فيه عرض للخامات المستخدمة في صناعة البسكويت طبعا لما يجي اقول عرض فيه الخامات المستخدمة لصناعة البسكويت طبيعيا وباديهيا الخامة رقم واحد وهي الديك ايزا كل منتج من منتجات العجان والمخبوزات خامة رئيسية فيها الديك ايضا البسكويت خامة رئيسية فيه الديك ولكن اخد بالك هرجعك تاني للوحدات السابقة مش كل انواع دي توجه لصناعة البسكويت زي برضو ما بوجه صناعة او اوجه ديك لصناعة مثلا زي صناعات البتزا او الفطائر او المخبوزات وارجع تاني افكرك ان من ضمن الحاجات فيه الديك بتاعي اللي صنع بيه البسكويت نسبة الاستخلاص نسبة الاستخلاص بتختلف وتصل الى من 100% ثم 87% 82% ثم بصل الى 72% واحيانا 67% البسكويت او دقيق فاخر استخلاص 72% قد انزل ل67% ولكن هو الغالب الاعام 72% طب وهل كل دقيق 72% ممكن اخده استخدمه في صناعة البسكويت لا مش كل دي 72% هقدر استخدمه ايضا في صناعة البسكويت يبقى لازم هدخل في تدقيق شوية اوي ان ده وارد يجي في الامتحان سؤال يقول لك اذكر الشروط الخاصة بيقى دقيق المستخدم في صناعة البسكويت او وارد يقول لك اذكر الصفات الريولوجية للديق المستخدم في صناعة البسكويت وارد سؤال ايضا اخر اقول لي ايه هي الاختبارات سواء بقى الكيميائية او الريولوجية او الطبيعية التي تجر على دي المستخدم في صناعة البسكويت كل ده عبارة عن سؤال باتجاهات متعددة او باشكال متعددة في مفهومه معنى واحد لازم تفهم ايه نوعية الديق المستخدمة في صناعة البسكويت اخي ما احنا قلته باستخلاص 72% لكن هادخل بقى تحت 72% غالبا بيبقى عندي دقيق او معظم الديق المستخدم في صناعة البسكويت بيبقى يتم باستراضه اما من كندا او استراليا او امريكا ولو ان حاليا دلوقت في مفهومه سنير اقماح المصرية وبتوجه جزء منها لصناعة البسكويت بيديق ايضا لا يقل في الاهمية او الكفاءة او الجودة عن الديق المستورد من الخارج طب لما اجي بقى اخد الديق 72% مش لازم اقل فيه بعض المواصفات اللي تخليني انا اقدر اقول ان ده يستخدم في صناعة البسكويت ام لا رقم واحد فيه على اسمها الاختبارات الريولوجية اللي بتتم على الديق عشان اقدر اوجيه لي الصناعة بتاعتي ايه الاختبارات الريولوجية الاختبارات الريولوجية ديت عبارة عن واحد اختبار الفارينوجراف اثنين اختبار الاكستنسوجراف خد بالك من الاتين الي انا اقولهم دولت انه مهمين الحديد وتوجيه الديق مش بس لصناعة البسكويت لاي صناعة تانية هوجهه للخبز ولا هوجهه للبسكويت ولا هوجهه لصناعة الكيك ولا هوجهه فيه الحلوه الشرقية ولا هوجهه لصناعة المكارونة كل دي صناعات فيه العجل المحوزات اللي بيحد توجيه الدقيق فيها اللي هي الصفات أريلوجيا أول اختبار هو اختبار جهاز الفرينوغراف جهاز الفرينوغراف هو جهاز يقوم بشكل منحنايات أو رسم تخطيري بيدل عن قوة امتصاص الدقيق للماء تاني مهم أول أنك تعرف أن اختبار الفرينوغراف هو اختبار بيدل عن قدرة الدقيق على امتصاص الماء تبدأ هيفيدني فيه هيفيدني فيه أكتر من حاجة واحد هعرف كمية الماء اللي دخلها في الدقيق بتاعي اتنين هعرف زمن العجن أو زمن عملية العجن والخلط في المصانع أو في المعامل أيضا مدى سبات العجينة أثناء عملية التصنيع وتجانسه يبقى إذن الاختبار ده من سواء سبات العجينة سواء مدة العجن سواء كمية مصاص الماء وبتاقي ده اللي هيقول لي بقى ده ديق ضعيف أو ديق قوي أو ديق متوصل رقم واحد في الاشتراعات ديق 72 من النوعية الضعيفة في صناعة الباسكويت يبقى انت كده أخم واحد كده على طول هنغمط أنا أستخدم دي 72 ولكن أنا واحد فيهم نوعية ضعيفة ديق من النوع الضعيفة زياد الشبكة الجلطينية الضعيفة أول اختبار بيبدأ يديني القدرة دي أو أعرف منه واختبار الريولجي اللي هو اختبار جهاز الفارينو جراف بيليه على طول اختبار آخر هو اختبار الاكستينسو جراف وايضا جهاز بيقوم على بعض التحليلات نيق ديق ويعتمد على التحليل الأولي لجهاز الفارينو جراف ولكن بيحدد لي كذا حاجة مهمة أول بيحدد لي حاجة اسمها المرونة حاجة اسمها المطاطية حاجة اسمها القوة نيق ديق تاني المرونة المطاطية القوة المرونة هي عبارة عن القابلية لعملية الفرد القابلية لعملية الفرد يعني وأنا بفいる العجين القدرة أو المقاومة بقى وأنا بفر العجين العجين يروح معايا أو يرجع دي اسمها المرونة خلاص أنا شكلت العجينة وأبدأ أعمالها عملية فرد القدرة أو المقاومة لعملية الفرد دي المتاطية أيضا المتاطية قدرة الدقي على تكوين شبكة ويعمل لي عملية خيوت ومتاطية في العجين قوة الدقي نفسه بقى قوة الدقي اللي بتعتمد على نسبة البروتين داخل الشبكة الجنوبين متعitti دولة الثلاث عوامل مهمة قوي هتقولي مع اختبار الفارينوجراف اللي في الاول ان كان الديدة ضعيف او قوي او متوسط وبالتالي لو هو دي ضعيف يبقى انا هجيه للصناعة البسكوي الديدة قوي يبقى هيروح على طول الصناعة الخبز نوعية الدين مستخدمة عن طريق الاختبارات الريالوجية لاختبار الفارينوجراف اختبار الاكسينسوجراف ومن المهم لازم ان تبقى فاهم قوي ان في المعامل او المصانع بيبقى ملحق فيها جزء من المعامل بيعمل الاختبارات دي وبيعمل عينة في المعمل بتخش تعجل سم عملية تسوية صغيرة عشان يقدر يحدد في عينة معملية قدامه تطلع كده على ناتج على ايده ان كانت دي ده هيبقى صالح للاستخدمة صناعة البسكوي هيبقى ثابت معايا في العجي هيبقى في مشاكل وبالتالي يقدر تلافيها قبل ما يجيب الكميات الكبيرة لاستخدمها في عمليات التصنيع هلخص ده بقى خالص عشان لما يجيلي السؤال في الامتحان يقول لي اذكر الشروط الواجب توافرها في الدقيق المستخدم في صناعة البسكوي عايز الخص لك ده واحد هتقول دي استخلاص 72 في المياه اتنين دقيق من النوعية الضعيفة وليست القوية تلاتة دقيق خالي من الشوائب وبقايا الحشرات تلاتة دقيق نسبة البروتين فيه من تمانية ونص الى 11 في المياه عن ضعيف مش قول نسبة الرماض فيه من 4 من 10 الى 7 من 10 في المياه دي نسبة الرطوبة فيه لجيب 14 في المياه دي كلها كده اسمها اشتراطات يجب ان تتوافر في الدقيق اللي بيحددها بقا اللي هي اختبار الفرينوجراف الاكستنسوجراف وانا قلت كده نسبة الاشتراطات اللي هي نسبة البروتين نسبة الرماض نسبة الرطوبة الكميائية المكملة لازم يعمل على الدقيق هذه الاختبارات يعمل اختبار لقياس نسبة الرماض يعمل اختبار لقياس نسبة البروتين هيعمل اختبار لقياس نسبة الرطوبة فيه الدقيق المستخدم الرطوبة بتبقى في حدود الرماض تجاوزها نسبة الرماض من 4 من 10 الى 7 من 10 في المياه نسبة البروتين الموجودة فيه الدقيق الموجودة عندي لا تتعدى من 8 ونص انا قلت بعد كده النسبة الاعلى من 11% ل 12% و 13% و 14% بيوجه على طول صناعة الخبز ولما اجا اشتغل صناعة الماكارونة باختار الديء اللي هو نسبة البروتين فيه 14% دي بقى دي ده اسمها اشتراطات يجب ان تتوافر فيه الديء عند تصنيع البسكوت دي اول كامل من الخامات المستخدمة في عمليات التصنيع تاني كامل على طول بتاليها وهو السكر خد بالك ان فيه خامات اساسية في صناعة البسكوت وخامات مضافة خامات اساسية وخامات مضافة الخامات الاساسية اللي انا ماشي فيها بالترتيب وهي عبارة واحد الديء اتنين السكر البودر تلاتة الدهون اربعة المواد الراحة ركز معي دي اسمها مواد اساسية مش ممكن هتنال بسكوت بدون الاربع مكونات بعد كده هضيف حاجات تانية اسمها المواد المضافة المواد اللي هتدخل زيادة على الاربع الاساسيين لكن الاربع الاساسيين واحد اديه اتنين السكر السكر جالبا بستخدم سكر السكروز وما بستخدموش في الحالة بتاعتي اللي هو البلورات لا دي انا بستخدموه في حالة بودر سكر بودر وكل ما بعمله سكر بودر ميلي في حاجتين واحد سهولة الانتشار في الخلطة الموجودة عندي اتنين بقدر كريمي لما جعمل البسكويت بتاعي واخلطه بيه البيض واخلطه بيه الدهون وبالتالي ده سهل جدا هيبقى سهل في عملية الرفع وعملية تكوين الخليط بتاعي او الكريمة بتاعتي اللي انا هصنع مالة زي بالزبط ما هعرف ايضا في صناعة الكيك من ضمن الحاجات المهمة جدا ان يكون سكر بودر في المعامل عندنا لما بنيجنامع العينا الابنانة اللي هو السكاروز نعمل له عملية طحن وبقى سكر بودر في المصانع سكر بودر بيتعامل في عبوات وغالبا بينضاف له مادة اسمها مادة مانعة للتكتل فتبالك تاني مادة مانعة للتكتل عشان طبعا سكر بودر سكر متميع ايضا ممكن يمس جزء من الرطوبة يتكتل على بعضها وبالتالي هو بيضاف لي مادة مانعة للتكتل عشان بيهمي بيهمني فيه السكر اه بيهمني لانه كمان ده اساس انه ممكن اصنف البسكويت على السكر ده بسكويت حلو او بسكويت غير حلو او بسكويت مملح غالبا البسكويت بياخد من 20 الى 30% يعني النسب هتختلف ولكن البسكويت بتاعي اللي احنا متعرفين عليه اللي هو بسكويت العيد او بسكويت النشادر غالبا بيبقى 30 في الماء وغالبا ايضا ضهون ولما باجي اعمل بسكويت اللي هو العيد او بسكويت النشادر بيبقى الكميات تقريبا معايا 3 كيلو دي او ركز معا 3 السكر بردر وكيلو من السمنة او كيلو من الدهون اللي هي تنسبة 30 في الماء 3 كيلو من السمنة وكيلو من السكر البردر اللي هي نسبة 30 في الماء وغالبا بيبقى دا بسكويت من النوعية النعمة او البسكويت النعمة اخد بالك ايضا لما بدينا نعمل من ضمن المنتجات في البسكويت اللي هي البيتوفور والبيتوفور هو احد انواع البسكويت ولكن نسميه البسكويت الحلو دور مهم جدا بيديني اللون الاحمر اللي انت بشوف او اللون البني الزهبي اللي انت بشوف يعني لاحظ سواء في البسكويت النعم اللون البني الزهبي بتاعي دا جزء كبير من تكوينه اللي هو السكر اللي هو تفاعل ميلر در اكشن وبالتالي هو هيديني في النهاء اللون الزهبي بتاعي طيب قد استخدمه في الشكل اللي هو السكر البودر لكن قد بعض المصانع تستبدل جزء منه وتضيف الجلوكوز او تضيف عسل الجلوكوز اللي هو السكر الاحادي تاني يعني ممكن استخدمه زمانة باستخدمه كده المصانع بتستبدل جزء منه بشراب الجلوكوز او عسل الجلوكوز اللي هو السكر الاحادي قد ماستخدموش خالص واستخدمه في حالة مرضى السكر واستخدم سكريات او محليات صناعية او الدولسين او السكرين ده يعتبر مكون رئيسي من المكونات الرئاسية في صناعة البسكويت طيب المكون ايضا الاساسي اخر اللي هي الدهون ده المكونات الاساسية اللي يمكن لو انت خدت بالك معاه في اول حلقة ان تقع التأسيمات على اساسها اللي هي البسكويت النعم اعلى من 20 واصل الى 30 في المية مواد دهنية داخلها في التركيب او البسكويت اقل من 20 في المية يصل الى حد 6 في المية بالنسبة لي في الصناعة بتاعتي ان الدهون اكتر من مصدر عشان انت برضو امركز وصاحب بقى في اكتر من مصدر للدهون في اولا الدهون اللي هي عبارة على السمن البلدي اللي احنا كلنا عارفينه او الزبنة لكن انت شفته في حلقة التصنيع او اول حلقة خالص لصناعة الفطير اللي هي اللي بنسميه الزبن الصناعي هو شبه الزبن بتاعنا ولكن لونه ابيض السمن ده المرضيه بقى لونه ابيض هو ايضا ناتج من هضرات جزء من الزيوت النباتية مع جزء من الدهون الحيوانية فيه ظروف مماثلة او ظروف معينة مع اضافة بعض المواد المستحلبة ايضا نوع من انواع الدهون اللي بتدخل فيه الصناعة من ضمن الحاجات الاخرى التي تدخل فيه الصناعة ليه الزيوت الزيوت النباتية بجميع انواع لبقى طب هنرجع بقى لحطة اللي هي الزبن البلدي او السمن البلدي الناتج من دهون الالبان او البان الابقار او الجموس ما يميزه في الرائحة بتاعتي وحمض البيوتريك اس ومركبات الضيق ورستيل مصايل كاربينول ديت ما يميز رائحة السمن البلدي وهي مركبات الحمض البيوتريك اسد اللي هي المركب الطيار وهذا مركبات الاسطيل وضع اسطيل مصايل كاربينول نسب الاضافة بتاعتي قلت بتصل من 20% ل 30% وتنخفض في البسكويت الجاف اقل من 15% يهمني كمان فيه الزيوت الدهون بيجي سؤال في الامتحان سؤال مهم قلت اذكر الاشتراطات او الشروط الواجب توفرة في الدهون او الزيوت المستخدمة في صناعة البسكويت تاني اذكر الشروط الواجب توفرة في الزيوت والدهون المستخدمة في صناعة البسكويت رقم واحد تكون من الدرغة الغزائية سواء بقى زيوت او دهون واحد تكون من الدرغة الغزائية الصالحة للاستخدام ده مهم جدا تاني حاجة مهمة قوي عندي ان بعد ما تكون من الدرغة الصالحة او الدرغة الغزائية الزيوت سائلة في حالة الغرفة الزيوت متصلب في حالة الغرفة اما الدهون متصلب في حالة الجو العادي اللي هو درجة حرارة الغرفة يبقى الزيوت سائلة في درجة حرارة الغرفة اما الدهون او السم متصلب في درجة حرارة الغرفة اللون اللون بتاعي غالبا بيبقى اللون الاصفر او الاصفر الشح سواء فيه الزيوت او الدهون معدى بعض الدهون اللي هي زي السم للبلدي الناتج من اللبن الجاموسي لونه أبيض أو المارجرين لونه أبيض أيضا من ضمن الاشتراطات المهمة الموجودة في الزيوت والدهون المستخدمة رقم التزنق أو رقم البروكسايت رقم مهم جدا عندي لا يجب أن يزيد الرقم عن 11 وبالتالي أغامل أن الزيوت أو الدهون اللي عندي غير متزنق دي أنا كده بسميها الاشتراطات للزيوت والدهون المستخدمة في الصناعة كده أنا زخرت ثلاث أنواع أساسية من الخامت اللي عبارة عن الديق عبارة عن السكر عبارة عن السم أو الدهون الخامة الرابعة المهمة اللي هي البكن بودر مهمة أوي تعرف أن المادة الرافعة أنا بستخدمش لعمليات الرافعة أو الإدخال الغاز في البسكويت أو صناعة البسكويت ما بستخدمش الخميرة ولكن بستخدم المادة الرافعة الكيميائي ولها أنواع متعددة رقم واحد البكن بودر رقم سودا رقم ثلاثة كربونات الأمونيوم اللي هي النشادر اللي هو بسكويت النشادر قبل ما كمل معنا البكن بودر معنا مريم مريم ملهرة متفضلي لو سمحت ممكن أسأل السنوات متفضلي لا تضاف الدهون في صناعة البسكويت وهي ساخنة تمام لا تضاف الدهون في صناعة البسكويت وهي ساخنة لا يفضل استخدام قمح ريبورم في صناعة البسكويت مريم بتسؤلنا أيضا سؤال مهم جدا سؤالين مهمين صناعة أو استخدام البسكويت وايضا استخدام عدم استخدام امح الديورم هنأخد عدم استخدام امح الديورم او دي امح الديورم طبعا دي امح الديورم من الديق القوي او الصلف امح الديورم امح قوي وصلف تصل نسب الوصف الى 14% وبالتالي نقول في صناعة البسكويت بستخدم دي من النوع الضعيف تاني ركز معي في صناعة البسكويت بصنع من قد دي الضعيف نسبة البروتين بتاعتي لا تتجاوز من 8.5 الى 11 في المي اللي استخدم امح الدورا لنقول هو نوع من انواع القمح الصلب الذي يرتفع محتوى من البروتين الى 14% وبالتالي هو دي قوي ووجه في صناعة المكرون ده سؤال مهم من الاسئلة اللي بتجينا فيه الامتحانات السؤال الاخر تقريبا كان عن نسبة الدون او درجة حرارة التسوية هيرجع تاني نبهنا اني مش واحد بالي من السؤال اللي تسأل فيه السؤال الاولاني المري على ما ينبهنا للسؤال الاولاني هنرجع تاني لجزء مهم جدا اللي هو المادة الرافعة البيكنج بودر البيكنج سودا كربونات الامونيوم ثلاث حاجات مهمة جدا في المادة الرافعة في التصنيع خد بالك ان نسب الاضافة بتاعتها بتبقى معلومة وموزونة على حسب الكمية اللي انا هستخدمها في الصناعة ولو زادت لها مدار وعيوب سواء على الرائحة او في الطعام وبالتالي لازم اواقع تبالي كويس اوي من نسب الاضافة بتاعت المواد الرافعة بجميع انواع ايه الفرق ما بين البيكنج بودر او البيكنج سودا او كربونات النشاطة او 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 ا اما النشادر الاموني يهمني وانا بصنع البسكويت ان انا اضيف المادة الرافعة في وجود وسط مهم اوي وانت بتصنع البسكويت انه يضاف مادة رافعة في وجود وسط حمضي وبالتالي انا بضيف البكنج بودر لان في وسط حمضي اما البكنج سودا الواحده لما اضيفه في الصناعة لازم انا اضيفه وسط حمضي يعني وعملية العجل هضيف انا وسط حمضي من عندي وليكن بيستخدم عصير البرتقان او عصير اللامو او القشطة او القشطة الحامضية لازم اضيف وسط حمض ايضا مع كربونات الامونيوم الوان نشادر في الثلاثة ايه السبب سبت الكربونات السوديوم منفاردة البيكنج سودا او كربونات الامونيوم منفاردة موجود وسط حمضي قد يحدث تفاعل للتصب تاني يحدث تفاعل التصب عندي زيوت وعندي كربونات سوديوم او امونيوم وبالتالي قد يحدث تفاعل التصب ولو زايدك كمية عن اللازم هيعمل لي حاجتين هيديني طعم في البسكويت الناتج بتاعي هيديني طعم صابوني لاتيجي حدوث عملية التصب اما في حالة كربونات النشادر هيديني الرائحة النفاذة العالية للنشادر يبقى اذا المادة الرافعة من المواد الاساسية المهمة في صناعة البسكويت يهمني فيها قوي وانا بصنع ان انا لو مش جادي وسط الحم ان انا اللي اضفت لها الوسط الحمر واضفت الوسط الحمر دي بتاعي اما عصير بالطقام او عصير ليمون او قشدة حامضية لازم بقى فيه وسط حمر عشان امنع وتلافق العيوب النتجة عن تفاعلات كربونات الصدوم او كربونات الامون دي اربع مواد اساسية فيه التصنيع اثناء واحنا الشغالية هنشوف معنا في فيديو كده ليه التصنيع وهنقول برضو جزء من الخامات المستخدمة فيه عملية التصنيع ايضا برضو دي خامات بيعرضها تاني اللي عبارة عن الخامات الاساسية زي ما انت شايف دي دقيق الفرم الموجودة عندي السمنة او البيض اخد بالك ان الحاجات التانية زي اللبن زي البيض كل ده هنذكره دلوقتي مواد مضافة وهنقول دورها ايه فيه العملية التصنيعية واشتراطاتها ايضا طبعا دي صنية ليه الدهان وفرشة عشان يدهم وغالبا بندهم بطبقة ما بتكونش من الزيت بتكون من الدهن او السم الشورتنج النباتي خد بالك من الخطوات التصنيعية انها تختلف ده طبعا البيض ومدام وصلنا ليه البيض لازم ان تعرف ان البيض له اكتر من طريقة ليه الاضافة ده اكتر من طريقة ليه الاضافة يعني اضاف في الشكل الطازج اللي انت شايفه اهو كده الشكل بتاعه يبيضاف في شكل مجمد على سالب 10 درجة ماوي في المصانع الكبيرة او يضاف على شكل مجفف تاني يا طازج يا مجمد يا مجفف في كلتا لتلات احوال بيجرأ اختبارات على البيض قبل عملية التصنيع اول حاجة لو هو طازج بيتعمل عملية كسر ليه البيض ويتم باختبار للتزاجة سواء بقى والرائحة بتاعتها لازم يكون البيض بتاعي في حالة تازل دي اختبار ايضا بيتم وزن المحتوى بتاعي شان احتج قد ايه وبالتالي هقدر استخدم قد ايه على الكيلو من دقيق وفي الغالب المفروض الكيلو بتاعي بستخدم ليه حوالي 5 بضغط على اعتبار ان الى 50 جرون او صافر من 45 الى 50 جرون ايضا بيتم اجراء اختبار ميكروبولجي عليه عشان اتأكد ميكروبات سامة بدافره يبقى اذا دي من ضمن الحاجات المهمة في البيض ان انا اتم عملية اختبار ميكروبولجي على عينات اللي بتجيب وخدت بالك ان المصانع الكبيرة ما بتروحش تجيب عدد قليل بتجيب بجات كبيرة لو هو بتتازج بجات كبيرة وبيتم عمل عينات عشوائية من كل طبق موجود عندي عشان يوصل للتزاجة او اختبار ميكروبولجي في المعمل عشان يتأكد من خلوهم الميكروبات السامة ولو هو جاي مجمد ايضا بيتم عليه نفس العمليات سواء اختبارات طبيعية او اختبارات كيميائية ولو هو مجفف بيتم عليه نفس العمل مهم جدا في الصناعة بيديني الخفق والرغوة اللي انا عيد بالخفق لان مكوناته حاجة اسمها الجولوبيورين والالبيومين والافوالبيومين وهي دي اللي بتكون لي الشبكة بتاعت الخيوط اثناء عملية الخفق فمهم جدا بالنسبة لي في الصناعة ايضا بيديني جيد بيرفع القيمة الغزائية وبيديني نعومة فيه المنتج الموجود عندي هنرجع كده تاني غالبا بيتم عملية ضرب زي ما انت شايف لين البيض واخد بالك اثناء عملية تصنيع في وحدة الكيك اللي يهمني اوي في البيض مش الصفار البيض يعني بس تبعد الصفار وهمني فيها البيض المادة المادة اللي تشوفت دي مادة البيكن بودر اللي هي المادة الرفعة اللي المفروغ هحطها واضفها على اللبن خد بالك دلوقتي واضاف سكر بودر وهيعمله خفق مع السمنة الموجودة عندي عشان يبدأ يكون المخلوط الكريمي او الشكل الكريمي بتاعي بيتأكد تماما ان حدث عملية خلط وعدل والتقى بكده زمن الخلط والعدل ده في المصانع اللي بيحدده الاختبارات الرائلوجية على الديق بتاعي زي ما انت شايف خلاص تم عملية الخفق للمخلوط الموجودة عندي اللي هو السمنة او المادة الدهنية ومعها السكر البودر هيبدأ يضيف البيت بتاعي وهقف هنا تاني حاجتين مهمين بينضافوا قبل الموضوع ده اثناء عملية التصنيع او تجهيز الخامات حاجتين هينضافوا على بعض غالبا بنضيف الجاف على الجاف يعني ده ده بيك بودر ده بينضاف على ده تاني اثناء عملية التصنيع انا باجي لاخد الخطوات اللي انت شايف قدامك ديت هو بدأ حط سكر بودر وحط عليه المادة الدهنية اثناء هو بيضرب البيت بيضيف الفاناليا عشان رائحة الفاناليا من احد المواد المضافة اللي بتديني رائحة جيدة وبتضيع زفارة البيت ده بينضاف على البيت اما البيكنج بودر المادة الرافعة اللي هي عبارة عن كربونات او الامونيوم مع الوسط الحمدي ولو انا هستخدم بيكنج سودة او كربونات امونيوم فقط لازم اضيف انا وسط حمدي عصير جزء من عصير دي الاثنين مع بعض شغل بتاع عمل عميد خف المادة الدهنية مع الساملة ثم اضاف البيت بتاعي المضاف عليه الفاناليا اضاف جزء من اللبن الموجود عندي هيبدأ يضيف الدقيق في الاخر مرحلة خالص وبيضيف على دفعات مبيضيف مرة واحد تان مهم او تعرف دفعات مبيضفوش مرة واحدة لان هو خلاص كوين طبقه من الكريم داخل فيها جزء من الغاز اللي هو عايز مرة واحدة على المخفوق هيهبط الثاني الغاز اللي انا كونته وابتالي مش هيديني النتيجة اللي انا عايز من المهم عندي هو بيضيف الدقيق وبيضيف على دفعات مبيضفوش مرة واحدة خلاص زي ما انت شايف كاملة هيبدأ يحطها في ارتاس ويحط عليه شكل الفورما اللي هو عايز ويبدأ يقطع بالطريقة اللي هو عايز ها عشان يصل في النهاية في التسوية على 180 درجة لمدة حوالي من 20 إلى 30 دي عشان يصل إلى الباسكويت اللي هو باسكويت النشادر اللي مضاف ويبدأ ينزل العجينة المخلوط دا في الصينية بتاعتي بعد ما بدأ ينزل قطع قطع متساوية ويبدأ ينزل قطع قطع متساوية زي ما انت شايف يقطع بالمقص يكون نضيف طبعا على حدة عشان يصل للشكل اللي هو عايز وانما لو في مكانة المكانة بتقطع بشكل منتظم هايبدأ مع التسوية على ماء وتبين درجة لمدة ربع ساعة عشان يطلع في النهاية الباسكويت النشادر اللي هو باسكويت العيد اللي احنا عارفينه الباسكويت هننعمل لنسبة الدمون 20 في الماء بتصل الى 30 في الماء عايز اوريك ايضا نوع اخر من الصناعة خلاص ده خلاص احنا شفناه ده نوع من انواع الباسكويت زي ما انت شايف رصب الشكل بتاع المناسب وهي سوي بقى على 180 درجة وهي اصل للشكل اللي انت شايف باسكويت الي طبعا في انواع اخرى انا ذكرناها من الباسكويت خاريك كده نوع من انواع الباسكويت ايضا لازم انت شوف ها وتعرف ها لان انا اخد بالك ان في النوع ده ده نوع من انواع الباسكويت الكون والكون زي وزي بالظبط اللي هو الويفر اللي هو رقائق الويفر وتبالك الكون زي وزي الويفر بيحتاج من 125 إلى 140 في المية سويل سويل بقى في شكل زي ما انت شايف بيحط جزء من السكريات في شكل محلول او بيحط جزء من الالبان بعد ما بيصفيها زي ما انت شايف اللبن البودر عايز اقف على الحتة دي وارجع لإحدى الخامات المضافة اللبن اللبن زي ما انت شايف نوع من انواع الخامات المضافة واما يضاف طازج اما يضاف شكل لبن بودر مجفة اذا اضيه بودر مجفة في بقى لازم ازود نسبة السويل في العجينة الموجودة لانه هيحتاج لجزء من السويل اللي استرجاع النسبة المتعارف عليها في المصانع والنسبة الرسمية لنا المتعارف عليها في النواحي العلمية كل كيلو بيضاف اليه تسعة كيلو من الماء او اللبن تاني اللي ممكن احله في لبن او احله في سويل وغالبا لو هو لبن جاف منزوع من الدسم بحله في ماء وعشان احله في ماء باخد واحد كيلو جرام من اللبن المجفف ده وغالبا من الماء دي في حالة الاسكيل الكبير او المصانع اضافته بتتم في شكل طازج او شكل جاف بس اخد بالي دايما وانا بصنع لو انا هضيف جاف هزود جزء من السويل عشان اعمله عملية استرجاع ثم ازاب في الناتج الموجود عندي ارجع تاني كده خد بالك ان العجينة هنا سائلة ما بتقعاش عجينة متماسكة زي بس كويت ان شادر بتنزل زي ما انت شايف دي استنباط وفرم بتنزل بكمية ومقدار على حجم الطبقة اللي انا عايز في شايف الجزئين الاستنباطين دول عبارة عن درجة حرارة بتاخد حرارة مبدئية للتسوية مبدئية خلاص بياخدها جزء اخر لقط عشان يدخل على آلة هتعمل لي عملية الارتاص اللي انت بتشوفه خلي باقي ان درجة الحرارة لا بتسويش بشكل كامل عشان مش هينشف لو نشف مش هينشف اللي انت شايف ده خالص مهم قوي تعرف حتة ديت التسوية بتبقاش كاملة خلاص بياخد درجة حرارة اخرى اثناء تصنيع في الارتاص عشان يصل الى الشكل اللي هو ارتاص الكونو ده نوع من انواع البسكاويت اسم ارتاص الكونو مهم جدا ان انت تبقى ايه عارف زي ما احنا شايفين ايضا ايضا عايز اوريك حاجة تالتة شرائح الويفر شرائح الويفر او تصنيع شرائح الويفر اللي شرائح بيتم تهويتها زي ما انت شايف طبيعي اكمل لك الحاجة تانية بس ارجع تانية للجزء اللي معاها ده يجي ممكن يجي لك سؤال في الامتحان عندي صنفيل الجفريت والويفر الجفريت هيقول لك ايه الفرق ما بين الجفريت والويفر الفرق بين الجفريت والويفر ان الجفريت يضاف عليه طبقة من الشوكولاتة تانية اه الويفر اها وده جفريت ده مضاف عليه طبقة من الشوكولاتة من الخارج خد بالك ان فيه حاجة مهمة تانية سؤال دايما بييجي في الامتحانات لا يتم تبريد الواح الوفر بشكل ذات تاني عدم اطالة تبريد الواح الوفر بشكل ذات ليه قبل ما بيتقطع بمتحانات انت شايفها في الفيديو هرجع تاني كده سنة صغيرة عشان بس تشوف الحتة اللي انا عايز اوريها لك اقف هنا قبل ما بيتقطع دي الواح خلاص عامل عجينة السيلة بتاعتي ونزلها على الاستنبا بقت الواح اللي انت شايفها بشكل صناعي سيبها تبرد طبيعي وما يطولش فترة التبريد وما يقللش التبريد بتاعي ويصل الى مثلا تمانية وخمسة درجة ما ليه علل لان لو مرد بالشكل ده هيحدث هيحدث بالنسبالي تقوص للشرائح تقوص للشرائح ايه سؤال في الامتحان يقولك علل لا يتم تبريد الوافر بشكل طويل او بشكل صناعي انا بسيب ويبرد طبيعي وما قللش درجة حراءة اوه ما تقولش الفر عشان الالواح اللي بشوفها دي اتوية كبيرة هيحدث لها التقوص ويبتبش تبا مظبوطة طب هيجي سؤال تاني برضو مهم اوه ممكن يختلط على زهن ابنانا الطلبة تبريد وهو لوح لوحده بعد التشغيل عملت منه الواح قبل لسه ماعمل عملية الديهان الطبقة اللي في النص والكبس بيبقى طبيعي بعد ما بعمل عملية الراس في طبقات طبقه من الويفر وطبقه من مثل الكريمة او الشوكولاتة طبقه ويفر طبقه كده مشوكولاتة ديه السمك اللي انا شايفه ده بعمل عملية كابس لالالواح مع بعضه الطبيعي بتاعي هنا بقى بعمل تبريد صناعي على درجة 8 درجة 100 خلاص انا ضمنت ان خلاص الرقائق الالواح لوحدها محدش فيها عملية تقوص لما اعمل عملية الكابس اللي انت شايفها ديت ابدأ ابرد صناعي خلاص ما عادش عندي خوف هنشوفها تاني كده او احنا ماشيين مع بعض هنا هنا الالواح اللي انت شايفها خارجة زي ما انت شوفه شوف اللفة اللي انت شايفها دي قبل الفترة دي من بعد اللي بتطلع كل الالواح دي تبرد بشكل طبيعي اه بتطلع على سير وتاخد وقت عشان تبرد بشكل بيستبعد الراجل اللي وقف نجده بيستبعد اللي هو التالف بتدخل الالواح قبل قبل ما استاك معانا تليفون قالوا السلام عليكم عليكم السلام اتفضل المستر نبيل اللي معايا اي اتفضل والله معاك الحج محمد صديق البرنامج على طول من المنوفين اتفضل انت مشرفنا ومنورنا دايما الله يبرد فيه كثير اتفضل انا كنت عايزين نشأل بس ايه بين الوافر والجوفرين رب انت ملحدش الحتة اللي فاتت ماشي تمام دي سؤال السؤال التاني ايه ايه انواع البسكوية المناسبة لامراض الضغط والسكر تمام فيها سنة تانية والسؤال التالت يعني بيراعوا دايما انهم ما يزودوش مدة التبريد الطبيعي في الشراح البسكوية اللي انت بتشرحها تلوقات الوقت يعني لو بدرت سنة تمام والله لا اتفضلك في الحالة من اول الحالة بس من الاسف ما فيش ان التصالات فيها مشكلة عندكم معلش هنشوف هنشوف موضوع التليفون بعد كنتروا تمام ماشي ماشي تمام واحنا بنشغل برضو ساعة سؤالة ليه كنت رسة بقول لابنانه طرق فرق ما بين الجوفريت والويفر الجوفريت هو الويفر بالزبط ولكن مضاف عليه طبقة من الشوكولاتة من الخارج اللي هي دي طبقة الشوكولاتة ده الفرق ما بين الجوفريت والويفر الويفر ها ابيض ساعة الجوفريت مضاف عليه طبقة شوكولاتة طب ايضا الجزء اللي احنا كنا بنتكلم فيه الالواح ده انا ما ببردش صناعي اثناء الالواح نفسها قبل عملية الضغط عشان ما نحضوش التقوص في الشريحة بتاعتي وما ينفعش بعد كده ارسوهم على بعض تمام كده خلاص بقى دخل بيبدأ يعمل عملية راس 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 للواح لابعدها طبقة طبقة من الواح طبقة من الكريمة طبقة من الواح طبقة من الكريمة اه دي بقى اضاف الطبقة اشوف زيما انت ماشي ماشي واحدة 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 خلاص اللوح بينزل خد بالك ان فيه طبقة تحت طبقة تحت وضاف عليها الطبقة اللي نازلة من الشوكولاتة هرجع بقى سينة تانى عشان ابنها كده يشوفوها سينة ورا كمان معلش اه زيما انت شايف اللي هو الجفريت اللي انت بتشوفه ده سواء بقى او هيحط راق من النص في ده الجزء الشوكولاتة السائل اللي فوق ده بينزل على طول على ايه على الالواح او لو هو هيحط حشو كريمة بالشوكولاتة بينزل عليها بيبقى فيه طيار من الهوى عشان بي من الشوكولاتة اللي نازلة على الالواح او الحشو هنمش كده واحدة ده ده نازلة سائلة هات الشوكولاتة خلاص ها بيبدأ يعمل عملية فصل زيما انت شايف لوح وطبقة لوح وطبقة لوح وطبقة لوح وطبقة لحد ما بيوصل للجزء اللي انا واريته لك اللي هو فيه سمكة اللي هو السمك اللي انت شوفته اللي انا عرضته من شوية في الوفر بتاعي خلاص بيتقطع بالشكل اللي انت شايفه ده ويصل للشكل النهائي بتاعي هو خلاص خلط الطبقات ووصل للسمك بيعملية كابس لها هنا بقى يقدر بعد ما بيعملية كابس والتقطيع انه يبرد على تمانية درجة مقاوي وبالتالي ها ما يلاقش خلاص ووما عمليات تقوص مرة اخرى لالباسكوت بعد كده وعملية تغريف المهمة جدا ومن ضمن اشتراطات العمليات التغريف بتاعتي ان الورق بتاع التغريف بتاعي يكون غير منفذ للرطوبة وايضا يحافظ على المنتج بشكل جيد وما يسمحش به التفاعل ما بين المنتج بتاعي وسطح الباسكوت طبعا الوقت دايما بيسرقنا وبيدهمنا وبنشكر كل البرنامج ونتمنى دائما النجاح وللقاء في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة